اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عكبه اختيال والي غرب دارفور خميس عبدالله ابكر وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالاشتباكات العنيفة التي دارت في مخيمات النازحين بشمال دارفور وأسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص وعلى أثر ذلك تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأول تغريدة معنا لليوم هي كانت من غالب طيفور الذي قال تحديدا متى تعلن حالة الطوارئ والاستنفار الوطني والتعبئة العامة اليوم تمت تصفية والي غرب دارفور أما حبيب عبدالرحيم فقد غرد قائلا حادث اغتيال والي غرب دارفور خميس ابكر لم يمر مرور الكرام فقد شاهدنا في اللحظات التي سبقت مقتله تدفقا كبيرا من الأخبار أما علاء الدين فقد غرد قائلا خميس ابكر رفض أن يذهب إلى الحامية التي تبعد سبعة كيلومترات فقط من منزله خميس ابكر ظل يدافع عن شعبه ووطنه حتى الرمك الأخير سيظل خميس ابكر ورفاقه أبطالا لدى شعب داون دوكا عفوا تقبلهم الله مع الشهداء والصدقين كما دون أمجاد وقال اختار خميس ابكر دفاع عن حق مواطنية في غرب دارفور في الحياة والأمن واختار أيضا أن يسمي الأشياء بمسمياتها واضحة فناتشته آلة الموت الوحشية بجنونها وسفه اختيارها رحمه الله وتقبله في جناته أما الدعم السريع فقد أضاف إلى جرائمه جريمة جديدة بقتل رجل ظل يسعى من التسعينات لحماية مواطنه دون ما كلل فأي عار هذا؟ وختاما مع التغريدة الأخيرة من معمر الذي قال قبح الله وجوها لا تعرف ملامحها غير الغدر والقتل وإذلال الناس رحم الله والي غرب دارفور الذي مات رجلا والخذي والعار للجبناء أشباه الرجال استعرضنا معكم بعض التغريدات التي تناولت اختيال والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر